كيف جرى اختيار السيد محمد الشياع السوداني اليوم داخل الإطار بعد الاجتماعات يعني كثيرة هي الأسماء التي طرحت كيف تم الاتفاق ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول هذا الأمر هل كان بالإجماع هل كانت هناك بعض التحفظات من بعض الأطراف أول شي رحب بك أستاذ أحمد وبسيد حلاء وبأستاذ نجم وبمشاهدي قناة تغيير طبعا أنه في بداية الأمر كان مرشحين لرئاسة الوزراء هم أربعة يعني من بينهم من الخط الأول السيد حيدر العبادي بعد قبل يوم أمس كان اجتماع للإطار التنسيقي وقرروا تنحي الخط الأول عن الترشيح وبعدها كانت المنافسة بين السيد عبد الحسين عبطان والسيد محمد الشياع السوداني بعد انسحاب السيد قاسم العراجي من الترشيح ورجحت الكفة للسيد محمد الشياع السوداني والسيد محمد الشياع السوداني اليوم شخصية متزنة وأتوقع أنه مقبول من جميع الأطراف السياسية واليوم حتى أنه شرط ترشيحها هو كان أنه مقبول من جميع الأطراف السياسية وهم مقبول داخليا وخارجيا وممكن أن يعبر بهذه المرحلة إلى بر الأمان شوف نحن اليوم في مرحلة خطرة جدا ولا نريد شخصية جدلية جدا ولا نريد شخصية عليها شائبات فساد أو شخصية تكون يعني نوعا ما ما مقبولة داخليا ولهذا السبب كان اختيار السيد محمد الشياع السوداني هو نوعا ما اطمينانا للداخل واطمينانا أيضا للخارج بهذه الشخصية يعني نوعا ما أنه لديه مكاسب سياسية قديمة وكان رئيسه وعدة وزاراته ما كوا علي شبه فساد ولهذا السبب اليوم أتوقع أنه عجلت تشكيل الحكومة تسير إلى الأمان